تزامنا مع العام الدراسي الجديد وتعزيز الاستراتيجية الشراكة المجتمعية المعمول بها في وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بهدف تعزيز السلامة العامة قامت الإدارات الأمنية المعنية بجهود مكثفة لضمان عودة الطلبة والهياتين التعليمية والإدارية للمدارس بشكل آمن وبكل سهولة نعم المدريات بالمحافظات الأربعة وضعت خطة لضمان انسياب الحركة المرورية وضمان العبور الآمن للطلبة والطالبات حيث نفدت تمرنات ميدانية قبل عودة الطلبة للمدارس للتأكد من نجاح الخطة الموضوعة كما قامت مع بدء العام الدراسي بتكثيف التواجد الأمني في محيط المدارس حفاظا على سلامة الجميع من جانبها قامت الإدارة العامة للمرور بتنظيم العديد من الدورات التدريبية والمحاضرات في جميع مدريات الشرطة بالمحافظات وتقديم محاضرات تثقيفية لتأهيل حراس المدارس الحكومية والخاصة بالإضافة لتنظيم دورات تدريبية بمختلف اللغات لسواق البساط التابعين لوزارة التربية والتعليم ورياض الأطفال والأفراد وذلك لتعريفهم بأهم اشتراطات السلامة أثناء نقل الطلاب من وإلى المدارس فيما قبت الإدارة العامة لدفاع المدني بحملة توعوية في المدارس تضمن التوزيع كتيبات ومطويات حول أهم اشتراطات السلامة في المدارس ترجمة نانسي قنقر